السلام عليكم و ربط الله و بركاته ازيكم شباب ربط كنوا في خير انا احمد منصور معكم في حلقة جديدة من سلسلة سي شاب فانبومنتلز وهنتكلم النهاردة عن جزء نتوركينج في لغات البرمجة وتحديدا معنا في دوت نت بسي شاب مبدأ ايا لازم نبقى عارفين كلنا ان نتوركينج هو مجموعة اجهزة كمبيوتر متصلة مع بعض في الشبكة و منها جي فكرة وجود الشبكة ايا كان الوسط سواء كان سلك بلوتوس وايرلس يعني ايا يكن ده مش يقصر معنا المهم ان احنا عندنا شبكة فيها جهازين او اكتر و الجهازين بتواصل مع بعضها عن طريق مجموعة من البروتوكولز اللي هنتفع عليها و ده بيكون بسجرامات كتير جدا اشهرها حاليا من الفترة ديها ال IOT اللي هو انترنت الاشياء بمعناه ان انت مثلا عندك جهاز و المنفترض بينظم مجموعة اجهزة تانية ببعت لها اوامر همطري الشبكة يقولها تفتح تفل تشتغل تنور تفصل تسخم تكهرب حتى تمام فلو اتكلمنا عن النتوركينج في السي شارب تحديدا ال .NET كفريمورك اتوفر لنا اصلا جزء ديت ببساطة خالص في النمس بيسيس اللي موجودة فيها هنتكلم عنها بالتفصيل فبيكون الجزء ده كروس بلادفورم يعني ده تشغله على الويندوز ال linux او اي وباتنج سيستم يعجبك فالجزء ده هيبقى مطيف جدا مصراحة والنسبة ان انت تقدر تضيفه في اي تطبيق ان كان نوعه سواء كان كونسول او ديسكتوب او باك اند حتى يعني مش هياثر معك هو بيشتغل في اي جزئية او اي مكان بس كنا نتكلمنا ان الشبكات لازم تشتغل على بروتوكول اهم بروتوكول احنا نتعامل به من الهاردة وده اللي اعتبر الاساس في نقل البيانات على الانترنت هو تي سي بي او او ترانسميشن كنترول بروتوكول بروتوكول باختصار بروتوكول التحكم بالنقل فكرته زي الهندشيك كده لو الناس تسمع مصطلح السريه هندشيك انا اي دهو بسلم على الجهاز التاني اقول لي اتصل بي فهيقول لي تمام ابعتلي بكلامك انا هم اقول له خد ده ويقول لي ايه اللي استلمته ويقول له خلاص افصل ويقول لي افصل فلازم يكون في اتصال دايما مفتوح ما بين او المصدر والهدف ولذلك الاتصال ده بيعتبر عكس اتصال تاني او بروتوكول تاني اسمه مش هتتكلم عنه وده بيضمن لنا حاجة اسمها انه دايما الديتا المبعوثة هي الديتا المستغمه ولو غلط بيطلب منه انه يبعث لنفس الديتا تاني ده جغل بروتوكول نفسه احنا مش هتعمل ده خالص احنا نركز على الكمسيبت واذا نطبقه في البرنامج فده هيتم عن طريق ايه بقى برنامج يكلم برنامج تاني اكيد فيه حاجة بتعرفهم انا مين وانت مين فانا مين وانت مين دي بنعرفه عن طريق السوكت السوكت ما هو الا يعني قنتين اي بي و بورت الاي بي بيدل على الجهاز نفسه والبورت ده بيبقى البرنامج حاجزه من الجهاز اللي اي حاجة تيجي هنا ابعتها لي ابعتها على البروسيس بتاعتي تمام وده بيتم عن طريق النيمس بيس اللي اسمها .NET.Sockets جوا السيستم وده بتحتوي على كل الحاجة الخاصة بالسوكت ده نستخدمه مع التيس بي اي بي ولو جانا نتكلم عن مثال لبرنامج بيام الموضوع ده اول حاجة خالص ان حاجة بتكاريت الاي بي ادرس بتاعك كوبجيكت من كلاس الاي بي ادرس وده عن طريق ان حضرتك بتعمل بارزنج للادرس بتاعك فهنا نفتقد مسلا من العنوان الداخلي اللي هو بتاع اي جهاز one two seven point zero point zero point one ده معناه اللوبباك او الجهاز الحالي اللي انت عليه local system سواء فيه شبكة او ما فيش فانا عايز ابدأ host بدخل اي بي ده في الحتة دي او في ال variable اللي اسمه اي بي ادرس عادي خالص يعني وهو بقى بيحوله ال object ip address بعد كده تبدأ تكاريت منه end point او نقطة الاتصال بال board اللي هو هي بتعامل منها socket هاي بتقوله بقى ip address وال board فهو مساعدة نختار حداشر الف مش هتقصر معايا كتير اسمه هم تبقى فهم الفكرة بعد كده احنا نتبع طريقة سيرفر client architecture فبيكون عند حضرتك هنا ده السيرفر ووضح فرما بينهم وده الفرما بينهم ان ال client دائما وابدا بيستخدم class tcb client انما السيرفر بيستخدم tcb listener تمام يا شباب فانت بتبدأ السيرفر الطبيعي السيرفر بيبدأ الاول تعمله start وبعد كده تبدأ ان انت تبعد data او تستقبل data من ال client اللي هتتصل عليك على socket بتاعك وال client نفس الشيء بيبدأ وبيعمل اتصال على ال end point اللي حاجة بدأ فيها السيرفر وبعد كده يبدأ ان هو يستقبل او يرسل ال data بس فكرة ان السيرفر هو اللي بيكون الاساس يعني هو اللي ثابت في الناحيتين انت بتبدأ السيرفر على ip معين او ك client وتتصل على السيرفر ده تمام فكده نكون خلصنا الجزء النظري تمام وده المراجعة بتاعتنا اللي حابب ان هو يشوف اكتر على الجزء دي ولو جينا نتكلم فانا عامل هنا مثال للسيرفر تمام باستخدام .NET Framework هنا عندي دالة المين بتاعتي اعرفت object and iv address بتاعي التخيلة هون inner loopback واعرفت listener على iv address والport بتاعي 800001 وبعد كده بدأت السيرفر بتاعي وقلته ان انا بدأت على سيرفر 800001 وبعد كده اطبع له بس رسالة كده تعرفين انا باقول له انا شغال فين والبورد شغال فين والبورد هتظهر له على الكونصل ويقول له بعد كده ابدأ استقبل اتصال socket اهو بيقبل اي بعدك اقول له ان اقبلت الاتصال من الهدف اللي جايلي وعملت بفر 100 بايت كافية اللي انا هعمله مجرد هاقرأ رسالة كده خفيفة خالص هتفرق ايف معايا ان انا كافية كراءة الرسالة كل ما اتكبر البفر مش هتحتاج تعمل بس هتحجز ميموري كتير لانه بفر يعني حاجة بتكتب فيها وتتمسح تتكتب وتتمسح بحسوة بتكرامي انا عرفت زي ما قلت وحجمها 100 وبستقبل فيها وبحدد حجمها عن طريق الريسيف ديت شايف بيقول لك ايه بتستقبل ديتا وبتقول لها عن طريق بفر ده تمام بعدك انا ببدأ ان احاول الديتا لكتابة لانها انا يعني عارف انها جاية لكتابة سترينج فانا بحاول البيتس اللي جاية لدي لسترينج تمام وببدأ ان انا ابعت له كلام تاني برضو اهو جيت بايتس وابعت له الكلام ده عن طريق السند تعمل لانا ابعت اهو جيت شيء وقفل السوكت بتاعي اهو جيت قمنا عارف ان اقلت قمنا بايتس و اول ما اتصل قول لي connected و قلت له استقبل من string بحيث ما بعضه الفكهة بانك حاجاتك لازم تبعت ال string دائما و ابدا زي ما كنا اكتفعنا في ال i o الحلقة بتاعت ال i o في c sharp دائما اي حاجة رايحة جاية في الميموري عند حضرتك لازم تعد على string فتستقبل ال string اللي بتكتب فيه او بتقرام منه data اهو ال stream تمام عبارة عن network stream وهي هتبدأ من حضرتك تكتب على ال stream بعد تقرأ ال bytes اللي جاء من ال string اللي استقبلته في ال console اهي ال stream بتاعك write تكتب ال bytes من الاولة الاخرة تمام وبعد هتبدأ تقرأ الرد اللي هيجيلك اللي هي بتاعت acknowledge اللي كنا شفناه هناك وبعد هتعرضها في الشاشة بتعمل close فانا افضل ان اقرأ ان يبدأ اهو شوف كده بصول ما هيحصل هنا في المنظر ده هيقول لك ايه او من البرنامج هنا اتصل وقال لك ده واشوف ال i b واخد بورت عشوائي كده للبرنامج بتاعي تمام هقول له ان هدخل لي تفاهي هقول مسلا هلو يوتيوب مطلب ب Milliarden i am sending this data for Veep representation مثل رجل مسلاً يعني هدوس أكثر شوف قال لي عشان بس هذا ما عالش ما علشان بس دايس انا ما علش سترينج وز رسيد تمام فهيجي الناحية التانية يستقبل انا بعد تغيره لو موجود اهو فقال ايه سترينج وز رسيد وده قفل وده قفل وبس كده واتمنى يكون الحلقة بتاعت النهاردة ده اللي اتعجبكم وفادتكم وقدمتلكم جديد لدي السوش دعمنا بالاشتراك لصدقكم كل جديد وان شاء الله اشوفكم في الحلقات القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام